إذن بدأ رئيس الوزراء محمد شيع السوداني زيارة رسمية إلى هولندا لبحث مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين في مقدمتها جهود الشركات الهولندية في مشروع طريق التنمية الاستراتيجي إضافة إلى اللقاء بالنخب الاقتصادية الهولندية ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات والشركات الراغبة بتوسعة التعاون مع العراق رئيس الوزراء سيرأس الوفد العراقي لعقد لقاء موسع مع كبار المسؤولين في الحكومة الهولندية وبحث مستقبل التعاون بين العراق وحلف الناتو فضلا عن التعاون مع الشركات الهولندية الكبرى تتصدرها شركة شل وسبول تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي في مجالات الزراعة وتطويرها وتقنيات الري والمياه ومختلف المجالات الاقتصادية والتنموية ترجمة نانسي قنقر